السلام عليكم. بالنسبة لحصة اليوم ان شاء الله. سنخدمون تامارين خاصة بذلك الدرس ديال الميكانيك الجزء الاول متجهات السرعة متجهات الموضع ومتجهات التصارع. فهمناهم. ده بغا نفهمو التامارين كيفش نفهمو شنه هي السرعة شنه هي التصارع شنه هو الموضع كيفش نجعله معهم يعني شنه هو العلاقة اللي بينها. ده با اول سؤال اول تمرين اه كنت ديجا سيفتوليكم انا سيفتوليكم في الواتساب ان النقطة قلو ان النقطة الجي المتحركة يعني اللي كتتحرك المتحركة معادلة الزمنية معادلة الزمنية هي خمسات او كاغي ناقص ربعة تي زائد جوش تكون بالماتر هذه معادلة الزمنية ديالة يعني هذه النقطة الجي المتحركة معادلة الزمنية ديالة هي ايكس وساوي خمسات او كاغي ناقص ربعة تي زائد جوش للوحدة ديالة الماتر. اول سؤال حدد موضع النقطة الجي عند تيت زائد جوش. سوف معاشي. عندما نعطي لك معادلة ضمنية المعادلة التي نقول معادلة ضمنية يعني عندها اللحظة زامنية مؤينة. يعني هذه النقطة الجي متحركatif معملكة مش متحركة متحركة? تعني تقدر تكون هنا تقدر تكون هنا تقدر تكون هنا تقدر تكون هنا. وبالتالي تتحرك لحسب الزمن يعني لا يطلبنا الد 딱 سبنا العودان. يعني كان يعني ماليا اصطن لا يتحرك به. هذا هو الموضع. الموضع كان يعني به فعfore الوفصول يتحرك به. خط المسافة. وهتظهير مولد الله؟ يعني من الذي نريد أن نصاب الموضع فيه نخصني نصاب x. وكما نصاب x ما لديه؟ عندي أعداد وعندي واحد المجهول المجهول في الفيزيك الذي يكون هو T. يعني هات T هي التي تعتبر ليها الزمن. يعني سنعودك الزمن في T وقال لقاء الموضع. يعني بأوتوماتيك ما في X. يعني نريد أن نريد الموضع فيه في اللحظة 0. كما هو الرمز الذي يريد الموضع هو X. يعني كنقول له ودي. هنا قلناها الجملة. موضع النقطة G عند التش وصفر سوكوند. الرمز الذي سنبين فيه الموضع النقطة G عند التش وصفر سوكوند. موضع هي X. الزمن هاو صافي؟ يعني دائما ملي تسمع موضع. يعني أوف سول. أوف سول شنا وهو X. تساوي يعني في مكينة T. سنعودها باش بهذه اللحظة 0. يعني 0 أوف سوكوند. ناقص 4 في صافر. هنا لدينا زائد في التمرين. يعني ندير زائد. زائد في التمرين. 4 في صافر. تستطيع تخدمها بناقص غير. نخدمها على حساب التمرين. زائد جوش. 5 في صافر هي صافر. 4 في صافر هي صافر. ثم تبقى لها جوش. يعني جوش شنو؟ ماتخ. الموضع تكون بالماتر. ماتخ. إبسك في الصافر نحن سللينا. سللينا الموضع عند الفلحة 20 اسافر Jen. هم نتوقف الموضاع عند fully الصافر cheeks, 0 سرون. صافران؟ هم نتوقف الموضع عندول فلحة 20 غير. نشارك معي كيف نتوقف به؟ X. عند فلحة 20 punct. هناك نتوقف. X. عندها شو تستطيع مساوي جسهم. يعني فيما كينة د예요 كبير اي انعودة بجوج يعني فيما كي نتلك يعودها بجوج. اي زائد ربعة في جوج زائد جوج اي اربعة حاش عندي اي هنا هان شتهي بجوج عودت بجوج و لكن درس اي اي هو مش اي قصيرة. جوج اي اربعة اربعة خمسة اي عشرين اربعة جوجية تمانية تمانية زائد عشرين اي اثمانية وعشرين زائد جوجية تلاتين. سمع أكتر عليها. نحن سألنا جوش لاحظة. سألنا X عند اللحظة زر السوكوند و سألنا X عند اللحظة جوش سوكوند. سأرى معايا. سأذهب ونصاب المسافة سؤال رقم جوش سأذهب وحسب المسافة سأذهب ونصاب المقطوعة من طرف النقطة عند اللحظة ما اللحظة تنهدرو عليها؟ نحن نحن عايش مع التمرين هو اللحظة زر السوكوند و اللحظة شوش سوكوند. هذة هو المسافة المقطوعة من طرف النقطة عند اللحظة تنهدرو عليها للحصول على المساfer المقطوعة و في هذا اللحظة سفر سوى و في هذا اللحظة سفر سوى و فيه سوف تشوف معي و عيني نقول المسافة هي و نقول المسافة هي لعيني سوف يشوف سفر سوى و فيه لكي نخسني المسافة أرى معي انت في 1 اللحظة في 1 اللحظة 0s في 1 اللحظة 0s فقط يدعى الموضع المثير كانت هذه الموضع المثيرة المثير منها 4 درجة واتفتة 4 سبق وعندنا التجذي وعندنا التجذي مع الكثير قوة من المقبل التي اضع tutaj حتى اضع الملك المطمئ بتطوى السبب مع الكثير من الجول نو قinasñas ناقيس X عند اللحظة الثانية التي يجوز سوغند ناقيس X عند اللحظة تت و سوف يسفر سوغند صحيح؟ نحن نرى باقي ما تخللش الميكانيك هذا الميكانيك ما جيت شو دخلت لك الدرس حشي إذا جيت دخلت لك الدرس ما تفهمه لك حشي الدرس تجد فاهمه تجد الموضع السرعات تساره و ديت لك تمانيه الطبيقية يعني باش الدرس تهدمه باش الميكانيك ما يبقاش يجيك سعيد هل تأخذ موضع؟ حشي كل ما يجيك صحيح؟ بالميكانيك و لا يفهمه موضع ما يجيك سوله على موضع تبقى يتفرج اعقل ما يجيك سولك على موضع سيكون لعاطيك اللحظة تلك و ما يجيك ستعودها في المعادلة الزمنية التي هي X ما يجيك ستعودها في هذه المعادلة سيجد الموضع حشي الموضع هو الأفصل والأفصل هو X هذه الجملة التي كشبتها كشبوها في حالة كارني المعلومات. هذا هو المغز المادة الفيزيك و المادة الرياضيات. يعني تشب حالك بالدريجة. ما الذي يساولوني على الموضع؟ يطلبون مني الأفصول. الأفصول هو إكس. يعني يجب أن نشدد كثيرا. نعودها في إكس والقائمة الموضع. صافي؟ إكس عند تشو ساوي ساو 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 لا تح preliminary vedere. يعني إذا أحسب على مها المكتوعة عند اللحداتين. تراح 피ز مع Willowli الفيح goods證ак و links بعض المرات. سأعرضك هو السوأل هو الأول. لا يعطي لك هذا السوأل الأول خطأ يقولك من إحساب المسافة المقطوعة من طرف النقطة التي يجري عند اللحداتين. يطمق وبقية تركز هم اضمن شاهر بتي لي او او احترف الماسافة الطبية تفو置門 كائدة كيف سوف احتفظ الماسافة كيف سوف انشغل لحظة لحظة تجنب الماسافي بشراء الأول ماذا أكتبون احتفظ الماسافة احتفظ الماسافة ححظ الماسافة بها الطريقة يعني في هاد السؤال بحالة في جوش اسئلة يعني لما كانش معطي هاد الموضع وعطاك سؤال هاد ديريكش غتحط القاعدة المسافة هي المسافة ديال اللحظة التانية ناقص المسافة ديال اللحظة اللولة وهي زر و سيجوند وهدي لما كانش حاسبها نحسبها بها الطريقة يعني في مكينة 3 هنعودها بجوش وكل قاها سافي نمشي والسؤال التالي السؤال التالي يقول لك اودي حدد تاريخ مرور النقطة الجي عند الموضع اكس ساوية متر ها ها سمعني سؤال الأول شنو عطيتك اللي كين في التمرينة عطيتك الزامن وشنو طلب منك الموضع داب العكس حطيتك الموضع وطلب منك الزامن يعني خسك تدير في بالك تتشك تديرو في بالك أصدقائكم أن هذا الشيء مرتابط مع بعدياتهم يعني كيف مرتابط؟ أن الموضع والزمن وهو التاريخ مرتابط مع بعدياتهم عندهم وحد العلاقات تجربتهم يعني إذا أعطيك اللحظة سيسويك على الموضع إذا أعطيك الموضع سيسويك على اللحظة صافي وها فنال سأليني مع هذا الشيء دبعا لا يدوقونه بتأسئلة ماذا يقول لك التاريخ؟ يعني ما هي التاريخ؟ يعني التى تاريخ هو الزمن هو المدة الزمنية هو التى اللي هو هذا لدينا نضع اكس تساوي خمسة تى اوكاغي ناقص زائد ربعة تى زائد جوش هنا من بعد ما سنفعل؟ شوف ما يمزين من بعد ما سنفعل؟ هذا الموضع تاريخ جي زعمه في واحد الموضع السامتر ما حال ذلك النقطة الجي؟ ما حال كان الزمن؟ امتى وصلت للسامتر؟ يعني النقطة الجي؟ امتى وصلت للسامتر؟ اللي هو الموضع يعني ذلك اكس سنعودها بالسا تساوي خمسة تى اوكاغي زائد ربعة تى زائد جوش وشنو باقي انا؟ باقي تى الحلة معادلة لكن ما تنقرأ في الماض يعني السانت الجيل الأخرى ناقص خمسة تى اوكاغي زائد ربعة تى زائد جوش ناقص سا خمسة تى اوكاغي زائد ربعة تى زائد جوش ناقص تشحال ايه ناقص ربعة تساوي صفر وتحل معادلة بدلتا يعني دلتا باقاغي ناقص ربعة أس وغلتلقى جوش حولو لحش تلقى دلتا كبر من الصفر وقدر حلو اللي هو تى اه ماشي اكس اه تى اه حشل متغير هو تى اوكاغي والحل التاني تى دو غلتلقى حل ساليب وحل موجب احنا الزامن ضروري يخص يكون موجب يعني غلن ناخد الحل موجب الحل موجب هو تاريخ مرور اذا هتكتب اذا تكتب هو تاريخ مرور نقطة الجاعة عند الموضع اكسو ساوية سا متر صافي ولا نرقيت الجدر البادية هتدير تعميل هاد شيء لكين دابة هنا قلت لكم اديروا داتا تقاوى اكبر من الصفر اديروا جحوله اولا تاخد الحل الموجب وذلك الحل الموجب هو تاريخ مرور النقطة الجاعة عند الموضع السا متر اه نتمنى تكونوا فهمتوا التمرين للأول وغاندي لكم التمرين تاني باش نساليوا هاد الفقرات المتاجيات الموضع والسرعة والتتصار يلا الله ياه